بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة التاسعة تقييم وتشخيص صعوبات الكتابة وصعوبات تعلم الرياضيات ونتناول الدرس الرابع تقييم وتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات طبعا الرياضيات تعد مفهوما مجردا بدرجة عالية وهو لغة رمزية تستخدم لتسهيل عملية التفكير والتعبير عن العلاقات الكمية والمكانية طبعا صعوبات الرياضيات هي صعوبة أو عجز عن إجراء العمليات الحسابية الأساسية وهي الجمع والطرح والضرب والقسمة وما يترتب عليها من مشكلات في دراسة الكسور والجبر والهندسة فيما بعد لو درسنا الآن مظاهر صعوبات تعلم الرياضيات أولها صعوبة الربط في الرمز والرقم الذي يدل عليه في أثناء الكتابة عند سماع صوت الرقم يعني مثلا تطلب من الطالب أن يكتب اثنان فماذا يكتب الطالب؟ يكتب هكذا إذن هو لم يربط بين الرقم والرمز أنت قلت اثنان هو كتب الثلاثة بعدها صعوبة في التمييز بين الأرقام ذات الاتجاهات المتعاكسة عند الكتابة مثل إيش يعني؟ مثل اثنين بستة سبعة وثمانية عكس الأرقام الموجودة في الخانات مثلا تطلب من الطالب أن يكتب مثلا اثنين وثلاثين فأجي يكتب بهذا الشكل ثلاثة وعشرين أنت طالب من يكتب ثلاثين وثلاثين هو الآن عكس بين الأرقام الموجودة في الخانات أيضا صعوبة في استخدام المفاهيم الخاصة الأساسية في الحساب كالجمع والطرح أيضا القيام بإجراء أكثر من عملية حسابية مثل الجمع والطرح في مسألة واحدة مع أن المطلوب مثلا هو الجمع فقط أيضا صعوبة في كتابة الأرقام التي تحتاج إلى اتجاه معين مثل رقم ستة يكتبه تسعة في الإنجليزي أو ستة يكتبها اثنين في العربي وهكذا لو انتقلنا الآن لنتحدث عن أنواع صعوبات تعلم الرياضيات أول شيء صعوبة التمكن من الحقائق العددية الرياضية طبعا هذه المشكلة تبدو في عدم القدرة على الاحتفاظ بعض العمليات الحسابية وخاصة فيما يتعلق بحقائق الجمع والطرح والقسمة والضرب والعمليات الرياضية الأساسية الأربع في تعلم الرياضيات مثلا نجد الطفل عند إجراء عمليات الجمع والقسمة يلجون إلى الأصابع أو بعض الإجراءات الأخرى للحصول على الإجابة مما يستدعي منه الحاجة إلى أوقات طويلة للوصول إلى الإجابة الصحيحة فلا يستطيعون أن يحتفظوا بالحقائق العددية وتذكرها عند الحاجة إليها ثانيا صعوبات في المهارات الحسابية البسيطة هنا يواجه بعض الطلاب صعوبة في تعلم الرياضيات وتعود هذه الصعوبة إلى الصعوبات التي يواجهها الطالب عند القيام بالعمليات الحسابية البسيطة فهم عادة ما يواجهون مشكلات عند إجراء العمليات الحسابية التي تطلب منهم مهارات بسيطة لو انتقلنا الآن لمفهوم الأعداد تطلب عملية تعلم الأعداد وتعلم الرياضي بشكل عام إدراك لمفهوم هذه الأعداد حيث تمكن الطفل من عمليات العد وهذا يطلب منه إدراك مفهوم العد بعبارة واحدة مثلا واحد اثنان ثلاثة ويستخدمها بصورة متسلسلة مثلا الطفل الصغير عمره ثلاث سنوات أو سنة يقول واحد اثنين اربعة خمسة لكن هو لا يعلم أن خمسة يعني خمس حبات تفاح مثلا او اربعة يعني اربع حبات تفاح وهكذا بعدها صعوبات الترميز الرياضي صعوبات الترميز الرياضي تعد من الصعوبات الاكثر انتشارا واكثر أشكال صعوبات التعلم الرياضي انتشار بين الأطفال ويعود إلى ضعف التطبيقات الرياضية التي تقدم للطلاب الاكتفاء باجراء التدريب فقط يعني الطالب لو قلنا ان الرياضيات تعتمد في معاملات على استخدام الرموز للإشارة إلى المحتوى والمسالة اللفظية الرياضية مما يحول دون فهم هذه المسالة من قبل الأطفال الذين يوجهون صعوبات في تعلم الرياضيات كون هؤلاء الطلاب يبدون الضرابات في فهم بعض الحقائق والمفاهيم والمعادلات الرياضية والتي من بينها الترميز الرياضي لو انتقلنا الآن لصعوبات العد طبعا صعوبات العد هي عبارة عن أن الطفل يقوم بالعد في الرياضيات وفي قواعد محددة مثل عد الشيء مرة واحدة فقط واستخدام الأرقام في العد بدل من الحروف مع إدراك لمفهوم أن العد الأخير مثلا يدل على مجموعة كلها إضافة إلى إدراك أن عدد الأشياء لا يتطلب فيها الترتيب حيث يمكن أن يبدأ العد من اليمين أو من اليسار وهكذا لو عدنا لنتكلم عن صعوبات تعلم لغة الرياضيات نقول أن الحفظ والتداخل والتشويش المخطوء في فهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية وما يرفقها من شرح لغوي لفظي وتوظيفه واستخدام بالإضافة إلى الضعف اللغوي عند شرح الخطوات والعمليات الحسابية المعقدة يسبب لها وللأطفال الصعوبات في فهم وتعلم لغة الرياضيات والتي يمكن التغلب عليها من خلال التدريب المتواصل على صياغة خطوات الحل لفظيا لو انتقلنا نتكلم عن صعوبات الإدراك البصري المكاني للأشكال الهندسية طبعا العديد من الأطفال يظهرون مشكلة في إدراك التنظيم البصري المكاني الحركي للأشكال الهندسية والتي قد تعود إلى ضعف التمييز بين المفاهيم المتعلقة بين الأشكال الهندسية الرياضية مثل متوازية الأضلاع أو صعوبة في إدراك معاني الأرقام لو انتقلنا أخيرا وتحدثنا عن الارتباك في تحديد الاتجاه طبعا الأطفال بعضهم يكتب الأعداد بصورة معكوسة مثل كتابة العدد 2-6 أو 6-2 أو قد يرتكب نتيجة وجود عملية حسابية مثل الجمع فلا يستطيع تحديد مكان البدء بإجراء العملية الحسابية خاصة في حال وجود عدة منازل وتظهر المشكلة أكثر في حالة الطرح والقسمة الطويلة أخيرا نقول أن تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات مثل المهارات الأكاديمية الأخرى والصعوبات الأكاديمية نستطيع أن نشخصه بأسلوبين إما بالتشخيص الرسمي وإما بالتشخيص غير الرسمي أغسرم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا